نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع مجموعة من طلاب جامعة القاهرة حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته أشر الحضور خلال الجلسة التي حضرها أكمل نجاتي عضو مجلس أشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى ضرورة عدم التدخل من قبل إدارة الجامعة في الانتخابات الطلبية وتسهيل الممارسة والمشاركة السياسية فضلا عن شفافية في الإعلان عن ميزانيات اتحاد الطلبة ورعاية الطلبة وضرورة تجديع ممارسة الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى أهمية تنوع مشاركة الشباب في مؤتمرات الشباب وفتح قنوات تواصل مع طلاب الجامعة للتعبير بشكل أكبر عن أفكارهم ورؤاهم